بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه باب عشرة النساء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فيقول الحافظ رحمه الله تعالى باب عشرة النساء في هذا الباب أورد المصنف رحمه الله تعالى بعض من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عشرة النساء والمراد بالنساء هنا العهد فأل هنا للعهد والمراد بالنساء أي الزوجات وليس المراد مطلق النساء إذ الحديث عن مطلق النساء من الواردة والبنات وغير ذلك إنما يذكر في باب الآداب وأما هذا الكتاب أعني كتاب النكاح فإنما يتحدث فيه عن ما يتعلق بعشرة الزوجات وعبر المصنف رحمه الله تعالى بالعشرة موافقة لكتاب الله جل وعلا حيث أمر الله سبحانه وتعالى بمعاشرة النساء بالمعروف وهذا الباب أعني عشرة النساء المبنى فيه على الإحسان والمعروف وليس المبنى فيه على العدل والإنصاف وذلك أن الزوج مأمور بالإحسان للمرأة وأن يعطيها أكثر مما أوجب الله عز وجل عليه ولذلك جاءت الأحاديث كما سيأتي بعد قليل معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهن أي بالنساء خيرا فليس المبنى على العدل والإنصاف ما الذي يجب وما الذي لا يجب وإنما المقصود مطلق الإحسان والمعروف أول حديثين في الباب أوردهما المصنف هو حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما فأما حديث أبي هريرة ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العون من أتمرأة في دبورها قال المصنف رواه أبو داود والنسائي واللفظ له قول المصنف رواه أبو داود والنسائي مقصوده بالنسائي أي في السنن الكبرى إذ هذا الحديث إنما أورده النسائي في السنن الكبرى دون السنن الصغرى من رواية بن الأحمر المسمى بالمجتبى وقول المصنف واللفظ له فيه نظر فالحقيقة أن هذا اللفظ إنما هو لأبي داود والنسائي معا وإنما إن فرد النسائي رحمه الله تعالى بلفظ لا ينظر الله لرجل أتمرأة في دبورها فاللفظ الذي تفرد به النسائي هو لفظ النفي للنظر وأما لفظ اللعن فإنه قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم يقول المصنف رحمه الله تعالى ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال هذا الحديث فيه علة واحدة وهو أن هذا الحديث جاء من طريق الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه والحارث هذا هو الأنصاري وقد ذكر البزار أنه ليس بالمشهور وإنما قال الحافظ إن رجال هذا الإسناد ثقات بناء على توثيق ابن حبان للحارث بن مخلد هذا ومعلوم أن ابن حبان رحمه الله تعالى له منهج في توثيق التابعين والمتقدمين من رواة الحديث إذا لم ينقل فيهم كلام لا نفياً للثقة والتصحيح لروايته ولا إثباتاً لذلك فالمقصود أن قوله رجاله ثقات فيه نظر من جهة الحارث بن مخلد وقوله وأعل بالإرسال لعل قصده أنه قد احتمل ونفي سماع الحارث من أبي هريرة فلم يثبت أن للحارث سماعاً من أبي هريرة وهذا معنى كونه مرسلاً وليس بمتصل فلا يعرف من أصحاب أبي هريرة ذلك الرجل وأما الحديث الثاني فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبورها وقبل الحديث عن فقه هذا الحديث سنقف أيضاً مع الكلام في رواته وإسناده كما ذكر المصنف فقد قال المصنف رواه الترمذي وابن حبان وأعل بالوقف هذا الحديث جاء من طريق الضحاك ابن عثمان عن مخرمة ابن سليمان عن كريب صاحب ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس وقد اختلث على الضحاك في هذا الحديث فتفرد أبو خالد الأحمر برفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الثقات كوكيع بن الجراح وغيره فإنما رووا هذا الحديث عن الضحاك ابن عثمان موقوفاً من قول ابن عباس رضي الله عنهما ولذلك يقول الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص والموقوف أصح عندهم يعني عند علماء الحديث من المرفوع إذ تفرد أبي خالد الأحمر برفعه وقد خالف في ذلك ثقات الرواة ومنهم وكيع بن الجراح الكوفي وغيره يدل على أن أصح فيه أنه موقوف وعلى العموم فكون أن هذا الحديث موقوفاً لا ينفي الحكم بأن معناه مرفوع لأن قول ابن عباس لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة من دبرها في معنى المرفوع لأنه لا يمكن أن ينفي عن شيء من أحداث يوم القيامة والمغيبات إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فإن هذا الحديث لما رواه الترمذي جاء في بعض النسخ أنه قد حسنه وكذلك ابن حبان لما روا هذا الحديث قد صححه وممن صحح هذا الحديث باعتبار رجاله دون النظر لإعلال الإرسال فيه الحافظ ابن دقيق العيد فقد ذكر ابن دقيق العيد أبو العباس في كتابه الإلمام أن هذا الحديث رجاله ثقات رجال الصحيح وصدق في ذلك لو لا العلة التي سبق ذكرها من جهة هل هو مرسل أم أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ تفرد برفعه أبو خالد الأحمر وقد جزم بتفرد أبي خالد الأحمر البزار في المسند وغيره نعم هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما عدد من الأحكام أول حكم وليس متعلقا بالباب النهي عن إتيان الفعل الذي يفعله قوم لوط وهو إتيان الذكران من العالمين وهذا لا شك أنه من أعظم المحرمات وأشدها جرما عند الله جل وعلا وفيه انتكاس للفطر وفيه عقوبة شديدة ولذا فقد بالغ أن الله جل وعلا في عقوبة الذين أتوا هذا الفعل مع شركهم فرفعهم ثم رمى بهم إلى الأرض وأتبعهم بحجارة فدل على أن هذا الفعل من أشد الأفعال جرما وإسماء وقد ذكر بعض أهل العلم أن من وقع في هذا الفعل فإنه يكون منتكس الفطرة لا يمكن أن يستقيم له حال إلا أن يتداركه الله جل وعلا بالتوبة والإحسان بعد ذلك المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه دليل على حرمة إتيان الزوجة من جهة الدبر وأما إتيان غير الزوجة من الدبر فمشهور المذهب أن حكمه حكم الزنا إتيان غير الزوجة من الدبر مشهور المذهب أن حكمه حكم الزنا فإن كان المرء محصنا قتل رجما بالحجارة وإن كان غير محصن فإنه حينئذ يجلد مئة وكذا حكم اللواط واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب وانتصر لها جمع من متقدم أهل العلم من التابعين وغيرهم أخذوا بهذا الرأي أن اللواطة سواء كان برجل أو بامرأة أجنبية أن حكمه القتل مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن وإنما اختلف في صفة قتله وقد روي في ذلك أحاديث منها حديث المغيرة ابن شعب رضي الله عنه مرفوعا وفي إسنادهما قال وكذا جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فالمقصود من هذا أن لأهل العلم قولان في من أتى رجلا أو امرأة أجنبية من الدبر والمذهب أنه حكمه حكم الزنا والرواية الثانية وهي التي عليها العمل عندنا في المحاكم أن من أتى رجلا أو امرأة أجنبية من الدبر فإنه يقتل مطلقا وهو من أتى فعل قوم لوط وعليه العمل عندنا من السنين من أكثر من أربعين سنة العمل خالف مشهور المذهب في عقوبة اللائط الفاعل والمنفعول به سواء كان مطاوعا المسألة الثانية طبعا دليل ذلك الجملة الثانية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها وهذا يدل على عقوبة وجرم هذا الفعل الشنيع المسألة الثانية أن هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز إتيان الزوجة من دبرها وهذا الرأي أو هذا الحكم منصوص عليه في عدد من الأحاديث ومنها هذان الحديثان وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه النهي عن ذلك من غير ما حديث بل عن عامة سلف هذه الأمة ولم ينقل بإسناد صحيح عن أحد من الصحابة إباحته ولما نقل بعض الناس للإمام أحمد ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه من إباحته قال لا أدري ما روي في ذلك وقد ذكر الموفق وغيره أن قول الإمام أحمد عن حديث لا أدري ما هو هو نفي لصحته ولصحة ما في معناه أقوى من أن يقول إمام أحمد إنه ضعيف فكونه لا يدري عن المعنى فمعنى أن هذا المعنى لا يصح بمعنى وإذلك يقول العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهثان إنما ينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من أنه يبيح إتيان الزوجة من الدبر أنه كذب عليه وعلى أصحابه رحمه الله تعالى بل إن كتبهم ناضحة بالمنع من ذلك والتشديد في عقوبته فلا يجوز لرجل أن يأتي زوجه من الدبر فإن هذا من كبائر الذنوب ولكنه لا يحكم بأن عقوبته كعقوبة لا أطب لوجود الشبهة في المحل فحينئذ لا يقام عليه حد اللوطي سواء على المذهب أن يقام عليه حد الزنا أو على الرواية الثانية يقتل مطلقا وإنما يعزر تعزيرا بليغا يجب على الوالي أو القاضي ومن يقوم مقامه أن يعزر من يأتي زوجه من الدبر يعزر هو وهي إن كانت مطاوعة يقول الشيخ تقي الدين فإن لم يمتنع وجب التفريق بينهما كما يفرق بين الفاجر والفاجرة يفرق القاضي بينهما إذا كان متطاوعين يعني أحدهم مطاوع الآخر في هذا الفعل وجوبا ولو من غير منهما لأن هذا الفعل من الفعل القبيح المستهجن الذي لا يجوز بحال وأما إذا كان الزوج قد أجبر زوجته على ذلك فالمرأة يجوز لها مباشرة أن ترفع إلى القضاء فيفسخ عقد النكاح بطلبها المسألة قبل قليلنا من غير طلب منها لكن إذا كانت غير مطاوعة فترفع للقضاء للفسخ لأنه فاجر فتختلف الكفاء بين الزوجين من جهة ولأنه أتى أمرا محرما فيجب يعني وهو فيه إضرار بها فيجب الفسخ بينهما لأجل ذلك نعم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره والسوص بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها نعم هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحقه أن يبدأ به فإنه عام وما بعده من الأحاديث خاصة قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فهذه الصيغة من صيغ الشرط حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فدل ذلك على أن من آذى جاره فإن إيمانه بالله جل وعلا وباليوم الآخر إيمان ناقص فهو نفي للكمال حينئذ فهو نفي للكمال وهذا الجملة تدل على أن الأفعال داخلة في مسمى الإيمان وهي ركن فيه فالإيمان يحصل بالاعتقاد وبالقول وبالعمل معا وهي ركن فيه إذن قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وليس نفي النتيجة أو الجزاء يكون نفيا للمشروط على إطلاق كما قرره الشيخ تقييدين وغيره قال واستوسوا بالنساء خيرا قوله صلى الله عليه وسلم استوسوا بالنساء خيرا هذا من عموم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالإحسان إلى النساء مطلقا ولكن المقصودة في هذا الحديث إنما هن زوجات على سبيل الخصوص وإلا فيمكن العمل بعمومه فيقال إنه استصاء بعموم النساء مطلقا بالخيرية والاستصاء بالنساء خير يكون بالإحسان إليهن وبذل المعروف بطلاقة الوجه وكرم اليد وبذل الإحسان وكف الأذى وغير ذلك من الأمور قال فإنهن خلقنا من ظلع قوله خلقنا من ظلع يصح فيها وجهان يصح سكون اللام فتقول خلقنا من ظلع ويصح أن تقول بفتح اللام فتقول خلقنا من ظلع قالوا والأفصح من الوجهين الفتح فيقال إنهن خلقنا من ظلع ومعنى كون النساء خلقنا من ظلع ما جاء عن مجاهد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله جل وعلا حينما خلق آدم خلق منه زوجه وهي حوى من ظلع آدم القصير فأخذ الله جل وعلا من آدم ظلعا قصيرا وأنبت منه حوى وهذا من عجيب خلق الله جل وعلا فقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم من تراب وخلق حوى من ظلع وخلق الله جل وعلا عيسى من امرأة بلا زوج وذلك فإن خلق آدم وخلق حوى عليهما السلام أعظم وأعجب من خلق عيسى بن مريم عليه السلام فإن عيسى بن مريم وجدت أمه ولم يكن له أب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه عندما ينظر الظلع الذي أخذ منه آدم أو خلقت منه حوى من آدم هو ظلع الصدر ظلع الصدر وظلع الصدر أعلاه معوج وليس مستقيمة وهذا من باب التشبيه لأن الشخص فيه شبه مما خلق منه فالإنسان لما كان قد خلق من تراب ففيه شبه بالتراب والمرأة لما خلقت من الظلع فيها شبه به من حيث العوجاج سواء في مشيها وهيئتها وسواء أيضا في المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أعوج ما في الظلع أعلى والمقصود هو الرأس ولذلك فإن رأي المرأة في كثير من الأحيان يكون غير تام سواء رأيها أو حفظها ولذلك فإن شهادة المرأتين عن شهادة رجل في بعض الأمور دون كلها فعلى المذهب إن ذلك خاص بالأمور المالية وعلى الرواية الثانية واختار الشيخ تقييدين وستأتين إن شاء الله في باب الشهادات أن هذا خاص بالمسموعات دون المرئيات سيأتي إن شاء الله في محله بمشيئة الله جل وعلا ولذلك فإن المرأة ربما تغضب وربما تحنق على الرجل وعلى زوجها والسبب في ذلك ضعيف وليس مؤثرا ولربما أشارت على زوجها بأمر لو علمت عاقبته لما أمرت به كأن تأمره بأن يطلقها أو بأن يفعل بعض التصرفات معها قال فإن ذهبت تقيمها كسرتها إن أردت أن تجعل المرأة على طريق واحد مستقيم لعوجاج فيه فإن هذا لا يمكن وإذاك قال كسرتها إن كسر الظلع وإن تركته لم يزل أعوج ما زال فيه عجاج قال فاستوصوا بالنساء خيرا ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس إيصاءا بالنساء خيرا فقد كنا يرفعنا أصواته عليه صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث عمر المعروف وسيأتي إن شاء الله في باب الإله ومع ذلك كان يغض أن النبي صلى الله عليه وسلم الطرف عن ذلك ولا يرد الصاع بمثله كما يفعل بعض الناس حينما ترفع زوجه عليه صوتها فإنه يقول يرد على هذا الرفع بضرب ربما وغير ذلك من الأمور وهذا ليس من الاستيصاء بالخير وإنما هو من باب العجلة قال وفي رواية وهي رواية الثانية لمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج أو وبها عوج قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج يدل على أن المرء مأمور بالصبر وغض الطرف واحتمال الأذى وبذل الندى للمرأة لأن هذه من الأمور التي تستقيم بها الحياة ولو أراد المرء أن يكون أمره مستقيما على كمال الاستقام لما تحقق ذلك مطلقا قال وبها عوج هذه اللفظة الأفصح فيها أن تنطق بكسر العين العوج لأن هناك فرقا بين العوج وبين العوج فأما بالفتح العوج قالوا فإنما يكون للأشياء المنتصبة المستقيمة كالجدار فإن الجدار إذا مال قلنا فيه عوج والعصى إذا مالت قلنا إن فيها عوج لأن الأصل فيها أن تكون مستقيمة وأما في غيرها من الأمور التي لا تكون منتصبة قائمة فإنه الميلان فيها يسمى عوجا بكسر العين كالرأي فإن الرأي الأعوج يسمى عوجا والأرض لأن الأصل في الأرض عدم الاستقام والانتصاب وإنما هي مبسوطة فيسمى كذلك عوجا وكذلك الخلق والخلق فمن كان خلقه أو خلقه أعوج قلنا إن فيه عوج ولا نقول إن فيه عوج وإنما العوج يكون في الأشياء المنتصبة القائمة لكذلك جماعة من أهل العلم نعم قال وإن ذهبت تقيمها أي تقيم عجاج المرأة كسرتها قال وكسرها طلاقها هذا المحل أتى بالرواية الثاني لبيان أن كسر المرأة إنما يكون بطلاقها وفرقتها قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعيثة وتستحد المغيبة متفق عليه وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا نعم هذا حديث جابر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل أي ندخل المدينة وإلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا أي انتظروا من المهلة أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار حتى يعني يصل الخبر لأهل البلد فيعلموا بقدومهم ويستعدوا لقدومهم قال لكي تمتشط الشعيثة التي يكون شعرها أشعث وقد كان بعض الناس في الزمان الأول لمؤنة ترجيل الشعر وللدهان فيه لأنهم إذا قيل للدهان فالمقصود به للدهان والترجل معا فلا يكون دهن إلا بترجل وهذا معنى الحديث الذي عند النساء وكان يدهن غبة أو ونهى عن الديهان إلا غبة فالمراد بالاتهان أي الترجل وسيمر معنا إن شاء الله في كتاب الأداب أن هذا عام في الرجال يكره لهم أن يرجلوا شعورهم كل يوم إلا في موضعين إذا كان الشعر طويلا أو كانت المرأة لها شعر فإنها ترجله كل يوم لحديث أبي قتادة وسيأتي إن شاء الله في آخر كتاب البلوغ نعم يقول فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشعثة التي كان شعرها أشعث والامتشاط هنا يسبقه للدهان والاغتسال ونحو ذلك قال وتستحد المغيبة المغيبة التي غاب عنها زوجها ومعنى تستحد أي تصلح من شأنها مأخوذ من الحديد والمراد بالحديد إذا أطلق في هذا المعنى هو الموسى أي الموس فيكون الموس لإزالة الشعر الذي يكون باقيا في الجسد فيزال بالاستحداد وهذا من باب الإصلاح الشأن عموما وأتي بهذا الوصف لإصلاح كامل الشأن وليس لخصوصه قال وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله المراد بالطروق هو الإتيان ليلا وإذلك قال الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق المراد بالطارق هنا النجم الذي يظهر في الليل إذ النجم لا يظهر في النهار فالأصل في النجوم أنها تظهر في الليل فالطروق لا يكون إلا ليلا قال فلا يطرق أهله ليلا هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الأولى أن هذا الحديث فيه كراهة أن يدخل الرجل على أهله على حين غفله وهذا الحكم الأصل فيه الكراهة كما نص عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي في معنى وذكر العلامة بمثلح رحمه الله تعالى أنه أحيانا يكون محرما فقال ويتجه والعلامة بمثلح إذا قال ويتجه فإن توجيهاته قوية جدا في أعلى الدرجات وهي منضبطة بقواعد المذهب لا على سبيل الإرحاق بالشبه فإن بن مثلح معلوم أن تقعيده وضبطه للأصول أضبط بكثير من الفقه رحمه الله تعالى فهو يضبط القواعد وكثير من الفقه إنما يلحق بالشبه فتخريجهم من باب الشبه وأما العلامة بمثلح محمد بن مثلح ولا أقصد إبراهيم حفيدة وإنما أقصد محمد صاحب الفروع فإنه إذا قال ويتجه فإنه مبنيون على الأصول إما لأجل حديث في الباب ومعلوم أن من أصول أحمد الاستنباط من الحديث المطلقة وإما بناء على قاعدة مستقرأة في الباب نعم ذكر علامة بمثلح رحمه الله تعالى أنه يتجه أن من فعل ذلك وهو الطروق على زوجه ليلاً أو على حين غفله من أجل طلب العثرات ومن أجل عدم الوثوق بها أن حكم ذلك الحرمة وليس الكراها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاريها الدخول على المغيبة لأجل أن تمتشط الشعثة والمغيبة وتستحد المغيبة فإذا كان من باب تتبع العثرات فإنه حينئذ يكون محرماً وهذا التوجه الذي ذكره العلامة بمثلح أيده عليه كثير من من بعده من أهل العلم هذه هي المسألة الأولى وهي حكم هذا الفعل أنه على الكراها إلا في صورة وجه بمثلح المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطرق أحدكم أهله ليلاً قوله ليلاً هذا ليس على سبيل العموم وإنما هو على سبيل الغالب لأن الغالب أن الشخص يدخل في الليل ويكون أهل الليل فيه غفلة فيقول لا تدخل الليلة وإنما دخل في النهار والدليل على أن الليل ليس مقصوداً في النهي بالكراهة هنا أو التحريم الرواية الأولى وهي حديث جابر حينما كان قدومهم في النهار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً إذن فالكراهة ليست عن الليل وإنما الكراهة لمطلق الدخول على حين غفلة وإنما خص في الرواية البخاري أنهي عن الدخول ليلاً والطروق ليلاً لأن هذا هو الغالب ولذلك الإمام أحمد لما ذكر هذا الحديث قال إنما يؤذنهم بكتاب يعني يخبرهم بكتاب أو باتصال أو برسالة الآن فإذا آذنهم بكتاب دخل ليلاً أو نهاراً فلم يجعل الحكم معلقاً بالليل هذه هي المسألة الثانية المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية إذا أطال أحدكم الغيبة فإن هذا الحكم إنما هو خاص في من أطال الغيبة هو الذي يكره أن يدخل على أهله ليلاً أو حال غفلة وأما إذا لم يطل الغيبة فإنه لا يكره إذ المرء يدخل أو يغاب عن البيت بالساعات لأجل دوامه ربما تصل إلى عشر ساعات في اليوم الواحد ولا يلزمه حينئذ الإيذان وإنما هو من كمال الخلق والأدب قبل أن يدخل إلى بيته أن يخبر أنه سيدخل إلى بيت وهل هذا الحكم خاص أي الكراهة أعني وهل هذا الحكم خاص بالسفر القصير والطويل معاً أم هو خاص بالطويل فقط ذكر السفارين رحمه الله تعالى أن ظاهر كلام الشيخ موسى الحجاوي أن الحكم خاص بالسفر الطويل البعيد وأما السفر القريب القصير فلا يكره فيه الطروق لا ليلاً ولا على حين غفلة وذكر أن ظاهر كلام الناظم وإذا أطلق الناظم عند أصحابنا فيعنون به ابن عبد القوي صاحب نظم المقنع المسمى بعقد الفرائد أو عقد الفرائد قال وظاهر كلام الناظم أنه عام في كل سفر سواء كان قصيراً أو كان طويلاً والناظم أعني به ابن عبد القوي من كبار أصحاب أو من كبار الحنابلة فقهاً ومن أدقهم فهماً وله كتابان عظيمان أحدهم هذا النظم المشهور فقد نظم المقنع وقيد كثيراً من الإطلاقات فيه ورجح وصحح فيه تصحيحاً بيناً والكتاب الثاني له كتاب اسمه مجمع البحرين وهو كتاب يعني عظيم لكنه الماء تم عليه رحمة الله وقد سمعت أنه قد وجد فلعل الله عز وجل أن يؤثر إخراجه فإن فيه علماً عظيماً وبن عبد القوي ما يحتاج يعني علمه ومكانته فهو من يعني العلماء الكبار والأجلة ومكانته لا تخفى نعم قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم نعم هذا حديث بالسعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة وقوله صلى الله عليه وسلم إنه شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة فيه أثران نستفيد منهما الأمر الأول شدة العقوبة عند الله جل وعلا فإن المرء كلما اشتدت عقوبته في الآخرة كلما كان أبعد عند الله أبعد عن الله عز وجل وشرًا في هيئته والأمر الثاني أن من كان هذا طبعه فإنه من أسوأ الناس خلقا ومن أرداهم تعاملا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد أحاديث في بيان شر الناس ومنها هذا الحديث قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهما هذا الحديث أورده المصنف باب العشرة عشرة النساء لبيان الجزوم أن المرء يكتم على زوجه ما حدث بينهما من أمور التي سندكرها بعد قليل مشيئة الله جل وعلا وقوله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها جعل الحكم متعلقا بالرجل وهو في الحقيقة متعلق به وبها معا وإنما خص الرجل بذلك لأن الغالب أن الرجل يتكلم وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أو في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحكم عام للرجل والمرأة حتى قامت امرأة فقالت والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن فدل على أن هذا الأمر على سبيل العموم وليس خاصا بالرجل ما يحرم على الرجل أن يفشيه أمور الأمر الأول وهو ما يتعلق بما يحدث بين الرجل وزوجه من الجماع والوقاع ومقدماته فإن هذا مما يحرم إفشاؤه كما ذكر ذلك الشيخ أبو محمد بن قدامة فقد ذكر أن هذا يحرم ولو رضي ولو رضيت الزوجة بذلك أو رضي الزوج فإنه يحرم لأن ذلك من أسوأ الأخلاق وأسوأ الابتذال فلا يخبر الزوج بذلك واستثني من ذلك ما كان من باب الحاجة والمصلحة كأن يكون أمام قاض ونحوه لبيان بعض الأحكام المتعلقة بذلك وذكر بعض الشراح والمحشين أن الإخبار من ذلك على طريقين إما أن يكون على وصف العام أو على الوصف الخاص والخاص محرم وأما العام فقد يقال بكراهته فقط كذا قال بعض المحشين وأظن ذكرها الشيخ بن قاسم في حاشية على الرض وأما ظاهر ما في الإقناع فإن ظاهر ما في الإقناع أنه يكون مكروها يكون مكروها وهو الحديث بما يكون من الجماع وقد جمع كما ذكرت لكم بعض المحشين أنه إذا كان على وصف العموم فإنه يكون مكروها وعلى وصف التخصيص فإنه يكون محرم والأصوب أنه محرم مطلقا وهو ما ذكره الموفق لأنه قال إن شر الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس وهذا وصف مذموم الأمر الثاني ما يكون غير ذلك من الأمور فإنه يحرم إفشاء سر كل مسلم مما يكون سرا فيستأمن عليه الشخص أو تجري العادة بكتمه وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا حدث أخاه بالحديث ثم التفت فهو سر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم العادة منزلة النص فإذا التفت الشخص لك لا يستمع إليه أحد فهو مثابة السر فكذلك ما يكون بين الرجل وزوجه مما لا يتعلق بالجماع فإن ما جرت العادة بكتمه وعدم إفشاءه فإنه سر لا يجوز إظهاره الأمر الثالث ما كان مذرا ما كان مذرا بالزوجة وقد ذكر ابن حمدان في الرعاية وأيده بن مفلح وقال إنه أظهر أن ما كان من الزوجين من سر مذر فلا يجوز إفشاؤه مذر قد يذر بالزوجة كأن تكون بعد الطلاق طلقت المرأة فيأتي رجل فيسأل الزوج الأول فقد يذكر من الأسرار بينهم ما ينفر الزوج الثاني عنها أو أن يكون سرا متعلقا بتجارة ونحوها وهو غير ذلك من الأمور المتعلقة بالإضرار وهي مصطلح عام فما ذكر ابن حمدان في الرعاية من أن كل سر مضر بينهما يحرم إفشاؤه هو في محله كما أيده بن مفلح في المفروع وغيره قال رحمه الله وعن حتيب بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجي أحدنا عليه قال تطعيمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعلق البخاري بعضه وصححه بن حبان والحاكم نعم هذا حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه ما حق زوجي أحدنا عليه فقال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت هذه الجملة أخذ منها أهل العلم عددا من الأحكام الفقهية فقوله تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت أخذ منه بعض أهل العلم أن النفقة الزوجة من الطعام والكسوة أنها غير مقدرة وإنما مبناها للعرف ودليلهم حديث الباب لأنه قال تطعمها إذا أكلت أي من طعامك وتكسوها إذا اكتسيت أي من كسوتك ولم يقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك قدرا لأن بعض أهل العلم يقول هي مقدرة فهي مد في كل يوم يجب على الزوج كل يوم يعطي زوجته مد وهذا قول الشافعي فإنه يرى أنه كل يوم إذا أصبح الزوج يعطيها مد ليومها هذا ويجب أن يكون حبا ولا يعطيها بدلا منه من نقد ولا غيره والصحيح أن تقدير النفقة إنما هو مرده إلى العرف وهذا هو اختيار الشيخ تقييدين وقد توسع فيه وأما فقهاء المذهب فإنهم يقولون نفقة الطعام بالعرف ونفقة اللباس تكون بكسوتين كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف لجريان العرف في ذلك في الزمان الأول وأما الشيخ تقييدين وهي الرواية الثانية فيقول لا حتى الكسوة تكون بالعرف فلو تعارف الناس على كسوة واحدة بعض الناس يعطي الثوب للسنة والسنتين في الزمان الأول قال يكون هذا كسوة إذا كان هذا عرفهم أهل البلد مما يكتسونه وإذا كان العرف أكثر من ذلك كما هو في زماننا فإن كسوتين في السنة لا يكفي فإنه حينئذ يكسوها أكثر من ذلك إذن فالنفقة في الكسوة وفي الطعام ليست مقدرة وإنما مردها للعرف هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أنه أخذ من هذا الحديث أن النفقة لا يجب تمليكها بمعنى أن الزوج إذا قدم الطعام لزوجته فلم تأكله فإنه حينئذ يكون قد سقطت نفقتها ولا يلزم أن يملكها إياه حبا كما قال بعض أهل العلم وإنما يلزم الإطعام والكسوة ولا يلزم فيه التمليك والتمليك إنما هو واجب في المذهب في الزكاة دون النفقة فالنفقة لا يجب فيها التمليك وهذا هو الرواية الثانية على يعني الرواية الثانية في المذهب وأما مشهور المذهب كما ذكر ذلك بمفلح أيضا في الفروع فقال إن ظاهر المذهب لزوم التمليك في الكسوة ولزومه أيضا في الطعام قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح لا تضرب الوجه أي لا يجوز المرأة يضرب الوجه مطلقا وقد جاء النهي عن ضرب الوجه لآدمي أو حيوان لا يضرب الوجه مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث أبي هرير رضي الله عنه في الصحيح أنه نهى عن ضرب الوجه وقال إن الله قد خلق آدم على صورته فدل ذلك على أنه لا يجوز ضرب الوجه مطلقا لا من آدمي وكذلك من غير كما جاء في حديث ابن عباس حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه عن الوسم في الوجه ومفهوم هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجه من غير الوجه وتقدم معنا في النشوز وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجه في مواضع ويمنع في مواضع فيجوز له أن يضربها إذا تركت ما أوجب الله عليها له انظر ما أوجب الله عليها له وتقدم معنا في باب النشوز أن الأشياء التي تجب للزوج على زوجته أمران وهم الاحتباس والتمكين فإذا امتنعت المرأة من الفراش أو خرجت من البيت من غير حاجة ولا إذن من الزوج جاز له أن يضرب هذا الذي يضرب له مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجا فدل على أنه من باب الجواز لا من باب الندب المسألة الثانية فيما يضرب له فيما لو تركت شيئا واجبا لله متمحضا حقه لله جل وعلا ليس لحق الزوج كأن تترك المرء فريضة من الفرائض من الزكاة وغيرها إلا الصلاة طبعا الصلاة يقولون يجوز له أن يضربها عليه وكذلك الغسل لأن لها له مصلحة في ذلك فلو تركت الصلاة بالكلية فإنه حين ذي يفرق بينهما فيضربها لتصلي والغسل لأنه لا يجوز له أن يطأها قبل أن تختسل من الحيض لأن هذا فيهما حق للزوج وهم متعلقان بالأمرين التي ذكرناهما قبل قليل وأما ضربها لترك واجب واجبات كالزكاة والصوم ففيه روايتان في مذهب الإمام أحمد والمشهور أنها لا تضرب لأجل ذلك مع أن الإمام أحمد نص على جواز ضربها في إحدى الروايتين وأما ما عدا ذلك فإنها لا تضرب له وبعض الناس يتوسع في الضرب وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم الآية متفق عليه واللفظ لمسلم نعم هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في دبرها في قبولها يعني أتاها من دبرها في قبولها يعني أتاها في محل الولد ولكنه من الدبر يعني من جهة الظهر فقال كان الولد أحول أحول يعني إذا نتج لهم ولد فإنه يكون أحول والحولان هو ميلان العين قال فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم أي كيف ما شئتم وهذا هو اللفظ الصحيحين وقد جاء في بعض ألفاظ مسلم أنه قال غير أن ذلك في تفسير هذه الآية غير أن ذلك إذا كان في صمام واحد أي في محل الولد وهذا الحديث ظن بعض أهل الهوى أنه يدل على جواز أو الآية تدل على جواز الوطف الدبر وهذا غير صحيح وإنما هي تدل على جواز يعني الإتيان كما جاء في الحديث في القبل من الدبر كما في حديث جابر هنا نعم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا هذا حديث من عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله يعني بالجماع قال بسم الله قوله إذا أراد أي قبل أن يفعل هذا الفعل وقد ذكر العلامة بن القيم أن هذا الذكر ومثله ذكر الدخول للخلاء إنما يكونان قبل الفعل وأما في أثناء الفعل فإنه لا يشرع الذكر باللسان لا في الخلاء ولا حينما يأتي المرء أهله وإنما يشرع الذكر بالقلب فقط لكي لا يكون قلبه لاهيا فلا يذكر الله عز وجل باللسان إذن فقوله لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله أي قبل ذلك قال يقول بسم الله الباء هنا للاستعانة ولا شك أن كل شيء يذكر فيه اسم الله جل وعلا فإنه يدفع الشيطان وكل شيء لم يذكر اسم الله عز وجل فيه فإن للشيطان فيه نصيب ومعلوم أن الأشياء التي يفتتح بها أمران البسملة والحمدلة فالحمدلة يؤتى بها لتمام الأمر وكماله وقد جاء في الحديث كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر وأما حديث الذي رواه عبد القادر الرهاوي في الأربعين كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فإنه لا يصح وإنما عادة تذكر البسملة في الأمور التي يطرد فيها الشيطان كالبسملة عند الوضوء لأن في الوضوء شيطانا اسمه الولهان والبسملة في القراءة لكي شخص لا يأتيه الشيطان فيبعده عن الغفلة وكذلك البسملة عند دخول الخلاء إذا صح الحديث في الباب وغير ذلك من الأمور إذا المقصود من هذا أن البسملة إنما هي لطرد الشيطان فناسب أن تكون كذلك قال يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا هذا فضل عظيم من الله جل وعلا على هذا الذكر اليسير ومعلوم أن المواضع التي يغفل المرء فيها عادة عن ذكر الله جل وعلا فإن ذكره له سبحانه وتعالى يعظم له به الأجر وذلك رتب أجر عظيم جليل كبير لم يرتب على غيره من الأذكار وعلى ذكر المتعلق عند دخول السوق إن صح الحديث في الباب فإن مجرد ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عند دخول السوق يرتب عليه من الأجر العظيم الذي جعل بعض أهل العلم يشك في صحة حديث الباب لعظم الأجر المترتب على هذا الذكر المعتاد ولكن نقول إنما رتب هذا الأجر من صح الحديث والباب لأجل المحل فإن السوق محل غفلة في ذلك رتب عليه هذا الأجر العظيم وكذلك في هذا المحل فإنه قد يكون محل غفلة فناسب حينئذ أن يذكر المرء هذا الذكر ولذلك جاء في قول الله جل وعلا وقدموا لأنفسكم قال عطاء رضي الله عنه ورحمه في تفسير هذه الآية هي التسمية عند الوطن فالمرء إذا سمى الله جل وعلا وذكر هذا الدعاء فكأنه قدم لنفسه شيئا عظيما في الدنيا بالولد الذي يجنب الشيطان ومن جهة أخرى عند الله عز وجل بالمثوبة هذا الحديث أخذ منه أهل العلم من الفقه مسائل المسأل الأولى أنه يسن التسمية وذكر ما ورد والمسألة الثانية سابق ذكرها أن التسمية وذكر ما ورد إنما يكون قبل الفعل لا أثناءه وإنما في أثنائه يكون منشغلا بذكر الله بقلبه لكلا يكون لاهيا والأمر الثالث أن الفائدة من هذا الأمر إنما هو طرد الشيطان وأن لا يكون له نصيب في هذا الفعل نعم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيه فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها نعم هذا الحديث به هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيه قوله إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه أي إلى الوطئ وفي معناه ما كان من مقدماته فأبت أن تجيه فبات فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح هذا الحديث رواه الشيخان واللفظ البخاري وفي لفظ قال كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها أي زوجها هذا الحديث فيه المسألة الأولى فيه إثبات علو الله جل وعلا وأن الله عز وجل عالم عن خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي في السماء في السماء سبحانه وتعالى وفيه هنا ظرفية ومعنى السماء هنا مطلق العلو وليس مقصود هنا بالسماء السماء المخلوقة وإنما السماء بمطلق العلو وهذا معروفهم في اللسان العرب كثيرا الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه دليل على حرمة النشوز وقد سبق معنا أن النشوز يكون بالامتناع أي بالامتناع من الفراش فإذا امتنعت المرأة من فراش زوجها فإنها تكون ناشزا والناشز يحرم عليها فعلها هذا وعليها إثم عند الله جل وعلا ويترتب عليه بعض الأحكام الفقية المتعلقة به كسقوط النفقة وجواز الضرب والهجر ونحو ذلك من الأمور الأمر الثالث في هذا الحديث استدل به العلامة بن قدامة رحمه الله تعالى على أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجه في كل وقت من غير تخصيص بشرط عدم الإضرار بها كذا ذكر الموفق لأن هذا الحديث جاء مطلقا ولم يكن مخصصا بحال الليل دون النهار ونحو ذلك قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه نعم هذا حديث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة الواصلة هي التي تصل شعر غيرها والمستوصلة التي فعل ذلك بها بإذنها لا بد من قيد بإذنها لأنها طلبت الوصلة مستوصلة والواشمة هي التي تشم الوجه واليدين ونحو ذلك والمستوشمة التي فعل بها ذلك بإذنها هذان الأمران الذي نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وجاء غيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما في الصحيح يدل على حرمة هذين الفعلين في قول أكثر أهل العلم والدليل على حرمة هذين الفعلين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك واللعن إنما يدل على التحريم فإن المباح والمكروه لا يلعن فاعلهما فدل على أن الوصلة والوشمة من الفاعل والمفعول به بإذنه أن ذلك محرم وهاتان المسألتان وهما الوصل والوشم وغيرها مما يلحق بها مما ورد في الحديث وغيره لا شك أن من المسائل المحيرة الدقيقة وقد ذكر العلامة شهاب الدين القرافي المالك في الذخيرة أن هذه المسألة فيما يجوز ويمنع من المسائل المتعلقة بالجمال في المرأة أنها من المسائل المشكلة وقد ذكر تتمة هذا الحديث الذي ورد في حديث بمسعود وفيه المغيرات لخلق الله فقال إن تغيير خلق الله جل وعلا من الأمور غير الدقيقة التي لا يمكن أن تنضبط فإن مما يؤمر به تغيير خلق الله كقص الشعر للرأس للمحرم من الرجال ومع ذلك يحرم قصه أو يحرم النمس في الوجه ومثله يقال في الأضافر فإنه تغيير لخلق الله وهكذا ولذلك فإن أهل العلم لهم تعريلات مختلفة وكل علة من هذه العلة منخرم في بعض الصور فمن تعريلاتهم أنهم يقولون أنه يمنع من ذلك من باب التدليس فإذا كان هذا من باب التدليس على الزوج فإنه يكون ممنوعا وهذا مخروم فإنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتها قد تساقط شعر رأسها وإن زوجها يحب أن تفعل بها ذلك فالزوج عالم بذلك ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وقال إنهم العون وبعض أهل العلم علل هذا الفعل بتغيير خلق الله وقد ذكرت لكم أن القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة ذكر أن هذه العلم خريمة وغلست منضبطة وبعضهم علل هذا النهي وهو النهي عن الوصل وعن الوشم والفلج وغير ذلك من الأمور أن هذا إنما هو لأجل استعمال النجس قالوا لأن الوشم فيه استعمال لدم فيجتمع فيه الدم والدم نجس والوصل يكون محرما لأنه يكون من ميتة ونحو ذلك فيكون نجسا وأيضا هذا فيه نظر فإنه قد يكون من طاهر وهكذا إذن كل ما ذكروه من التعلات فيه انخرام وهذا ما جعل بعض أهل العلم وهي رواية قوية عن أحمد أنه يقف عند ظواهر النصوص ولا يتعدها فقد جاء عن الإمام أحمد أنه لما سئل عن النمس قال إن النمس إنما يكون بالنتف وأما ما كان بالمقراض والمقراض المراد به المقص وأما إن كان بالمقراض فيجوز لأنه لا يسمى نمصا وكذلك لو كان بموسى نقل ذلك الخلال في كتاب الترجل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فالمقصود أن هذه المسألة مسألة مشكلة والاحتياط فيها أولى من التوسع فلذلك الاحتياط والأولى ولكن الجزم بالمنع على سبيل الإطلاق أو الإباحة على سبيل الإطلاق يحتاج إلى تأمل لكن نقف بما ذكره فقهاء المذهب في هذه المسألة في هاتين الصورتين على الخصوص فالمذهب فالمذهب أن الوصل محرم سواء كان بشعر آدمية أو بشعر بهيمة وسواء كان بإذن الزوج أو من غير إذن منه وذكر الشيخ منصور رحمه الله تعالى في شرح المنتهى أنها إن وصلت شعرها بغيره وهذا الموجود إنما هو في شرح المنتهى دون يعني كتب المذهب المشهورة أنها إن وصلته بغيره ما ليس شعرا كأن يكون وصلته بقراملة من نقول بلاستيك هذا الشعر الذي كأنه بلاستيك وغيره فقال إنه يجوز قال لأنه لا تدليس فيه لأنه كالخيوط فيكون لا تدليس فيه وفيه مصلحة من باب التجمل إذن فإذا كان الوصل من باب الواضح أنه ليس بالشعر وليس كهيئة الشعر وإنما بالخيوط هذه الخيوط التي تجعل والربطات وغيرها فإنه يجوز هذا هو مشهور المذهب فكأنهم وقفوا عند ظاهر النص في مسألة الوصل وأما الوشم فواضح أن الوشم شامل النهي سواء كان بدم أو بغيره من العقاقير التي تكون معه وإذا قلت لكم أن كثيرا من الصور في هذا المسألة جعلوه على سبيل الإطلاق في النهي جعلوه على سبيل الإطلاق مع وقوفا مع النص في شيء شيخ مسعود يجوز بالموسى يجوز نص أحمد وأما الفقه فما أعلم أنهم وقفوا على الحلق وإنما قالوا بالمقراط يجوز قصوا بالمقص وأما الموسى فما أعرف كلام متأخرين ما تتبع تقيقة لكن أنا أتكلم من الذهن أحمد نص على جوازه في كما نقل عنه الخلال الفتوى أنه لا يجوز فتوى مشايخنا على أنه لا يجوز نعم قال رحمه الله وعن جذامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه مسلم نعم هذا الحديث الأول وهو حديث جذامة بنت وهب رضي الله عنها وقد جاء في نطق اسمها وجهان جذامة بالمعجمة وجدامة بالمهملة وصحح ابن عبدالهادي وغيره أنها جدامة وهو الأصح بالمهملة لا بالمعجمة جدامة قالوا عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس هذه يدلنا على أن نساء الصحابة رضوان الله عليهن كنا يحضرنا مجالس الذكر والعلم وقد أفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن مجلسا كما جاء في بعض الأحاديث وكنا يحضرنا مجالسه في مسجده صلوات الله وسلامه عليه قالت وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت تكلم الأصوليون عن ما هم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله هل يكون داخلا في النهي أم لا هل يكون داخلا في النهي أم لا أو داخلا في الأمر إن كان هم بأمر والذي عليه التحقيق كما ذكر ذلك في المسودة وغيره أن ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون متعلقا به مطلق الأمر ما لم يعلل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والصبية هذا يدل على أن نهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تحريم ترك الجماعة لا يشهدون الجماعة هذا هو محل الشاهد وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل علة وهي ما فيه من النساء والصبية نعم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة المراد بالغيلة هنا هو وطء المرأة المرضع وفسرته بذلك أسماء بنت يزيد رضي الله عنها حين مروت هذا الحديث فقد روى الإمام أحمد وأبو داود رضي الله عنهما من حديث أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو من هذا الحديث فقالت والغيلة هي أن توطأ المرأة المرضع قال فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم كان العرب يرون أن وطء المرأة حال رضاعها لوليدها أي في السنتين في الحولين أنه يضر الولد من جهات أشهرها جهتان الجهة الأولى أنها ربما تحمل فإذا حملت فإنه حينئذ ينقطع لبنها فإذا انقطع لبنها ضر ذلك بولدها سواء أنه لم يرتضع منها مطلقا أو أنه ارتضع من غيرها وعندهم أن الولد يتأثر بنجابة المرأة التي ارتضع منها فإن كانت أمه قد ارتضع منها فإنه سيأخذ من طباعها ويقترب منها وإن ارتضع من امرأة نجيبة كان كذلك وإن ارتضع من امرأة دون ذلك في النجابة أخذ من طباعها هذا من كلام العربي قديما والعلم عند الله جل وعلا وإذلك كانوا يبحثون اختارون من المراضع أنجبهن وأكرمهن خلقا وأطيبهن محتدا والنبي صلى الله عليه وسلم إذ توع في أكارم العرب مع فقر قومه وقلة ذات يدهم فإن حليمة رضي الله عنها وغيرها مما أرضعه كانوا من نجباء العرب ومن أطيبهم محتدا وأكرمهم خلقا رضي الله عنهم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد قال فإذا هم يغيلون أولادهم أي يطؤون زوجاتهم حال إرضاعهن أولادهم في الحولين قال فلا يضر أولادهم شيئا فدل ذلك على إطلاق إباحة وطء المرأة حال إرضاعها لولدها قال ثم سألوه عن العزل والمراد بالعزل كما عرف ذلك الموفق بن قدامة في المغني قال العزل هو النزع قبل الإنزال لأجله وأما إن نزع لأجل إكسال ونحوه فلا يكون عزلا ولا يكون داخلا في الحديث قال ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وقوله عليه الصلاة والسلام ذلك الوأد الخفي يدل على أن ذلك منهي عنه ولذلك مشهور المذهب كما ذكر الموفق طبعا المتأخرون يقولون سأذكر عبارة متأخرين في الحديث الثاني فالمعتمد من المذهب أن كما ذكر ذلك الموفق أن العزل بالصفة التي ذكرتها قبل قليل مكروه وإنما يباح لوجود الحاجة كأن يكون في دار حرب فيخشى على المرأة إذا حملت أن يكون عند غير مسلمين ويكون محرما إذا كان من غير إذن الحرة وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الحديث الذي بعده نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في العزل ذلك الوأد الخفي مراده أن في ذلك تشبيه بوأد البنات بعد ولادتهم والذي كان يفعله مشرك العرب قديما فإنهم كانوا يأدون البنات بأن يحفروا لهن حفرة فيضعوهن فيه فبين نبي صلى الله عليه وسلم أن في ذلك شبها بالموؤودة وهذا هو وجه النهي عن العزل في هذا الحديث أنه شبها بأمر محرم وسبب سؤال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن العزل بعد إباحته للغيلة أن المعنى الذي لأجله نهي عن الغيلة وهو الحمل أو لكي لا يختلط بماء الرجل كما ذكر ذلك في بعض التعليلات قالوا أنه إذا وجد عزل فإنه حينئذ لا يتحقق المعنى الذي يخشى لأجله فبين نبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الوطء مطلقا ولو بدون عزل نعم قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات نعم هذا حديث بي سعيد رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي وقد ذكر المصنف أن رجاله ثقات وقد صحح هذا الحديث أيضا العلام بن القيم فإنه قال حسبك بهذا الإسناد صحة فكلهم ثقات حفاظ ولكن قد اختلف في هذا الحديث اختلافا طويلا جدا وقد ذكر ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في المحرر أن هذا الإسناد أو إسناد هذا الحديث فيه اختلاف وقد رد بن القيم وأطال في رد هذا الاختلاف وأن الصواب فيه اتصاله وثقة رجاله فيراجع كلام المقيم في محله هذا الحديث فيه أن رجلا قال نبي صلى الله عليه وسلم إن لي جارية المراد بالجارية أي المملوكة وأنا أعزل عنها وتقدم معنا في الحديث السابق ما معنى العزل قال وأنا أكره أن تحمل قوله وأنا أكره أن تحمل هذا هو المعنى الذي لأجله عزل قال وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أي تخبر أن العزل المؤودة الصغرى فقال صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه هذا الحديث فيه مع الحديث الأول تعارض لأن الحديث الأول الذي في الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك والثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود حينما قالوا ذلك وقوله كذبت معلوم أن لسان قريش تخبر عن الخطأ بالكذب فيقال لمن أخطأ كذبت فيقال لمن أخطأ كذبت فالأمر الأول كأنه أخذه النبي لأهل العلم في جمع بين الحديثين أوجه من هذه الأوجه أن بعض أهل العلم يقولون إن الأمر الأول كان قد أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من اليهود حتى جاءه الناسخ فيكون الحديث الثاني ناسخا للحديث الأول وهذا أحد الأوجه في الباب ومن الأوجه وهو الأقرب أن الحكم ما زال على وجهه والأول وحي من الله جل وعلا ولكن الذي كذبه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو النهي عن العزل مطلقا النهي عن العزل مطلقا ولذلك فقوله كذبت اليهود أي أخطأت في النهي عنه مطلقا قال لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه هذا الحديث فيه نص على إن صح الحديث طبعا فيه نص على جواز العزل وقد ذكر الموفق أن العزل مكروه لغير حاجة وأما ظاهر كلام المتأخرين صاحب الإقناع والمنتهى فظاهر كلامهم الإباحة لم ينص على لفظ الإباحة وإنما ظاهر كلامهم الإباحة ورأوا أن هذا الحديث ناسخ للأول المسألة الثانية أن العزل عن الحرة لا يجوز إلا أن تأذن به وقد نص الإمام عحمد على ذلك كما في مسائل إسحاق بمنصور كوسج وقد روي فيه خبر أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها وهذا الخبر ذكر بعض أهل العلم أنه لا يصح وأنه أشبه بالمصنوع وقد ذكر ابن أب المجد في المقرر أن هذا الخبر هو من الأحاديث التي تكون عند الفقهة أو من الأحكام التي تكون عند الفقهة فيستعملونه حتى يظن أنه حديث وليس كذلك فإن هناك أحاديث تشتهر عند بعض الفقهة الذين لا علم لهم بالإسناد نظرا لتتابع كثير من الفقهة عليه فيظنون أنه حديث وليس كذلك وهذه لها عدد من الأحاديث منها هذا الحديث ومنها حديث تدعو الصلاة نصفا أو شطر دهرها هذا لا أصل له وغير ذلك من الأحاديث وهي مشهورة ومجموعة في بعض المواضع ولكن هذا الحديث مأخوذ من عموم القواعد فإنه لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من الولد لأنه حق لها وهو من مقتضيات العقد ولا يجوز للرجل أن يمتنع من وطء زوجه ومعنى ذلك إذن لا يجوز له أن يعزل عنها إلا بإذنها لأن من حقها الوطء وكمال استمتاع فيه ومن حقها أيضا الولد فلا يجوز عن الحرة إلا بإذنها وأما الجارية ومنها حديث الباب فيجوز من غير إذنها إذا كان الذي يطأها زوجها وإن لم يكن زوجها فلابد من إذن سيدها إذا كان قد تزوجها ومر معنى أنه لا يجوز زواج الجارية إلا أن يكون عاجزا عن الطول نعم قال رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا عنه نعم هذا حديث جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن هذا الحديث فيه دلالة على إباحة العزل وهو أو وجه الدلالة فيه يعني من جهتين الجهة الأولى أن هذا من فعل الصحابة وإجماعيهم لأنه قال كنا ولم يستثني أحدا وفعل الصحابة رضوان الله عليهم حجة نعم نقل عن بعض الصحابة نهي عن ذلك ولكن ربما كان هذا النقل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر لهم بذلك فيكون هذا من السنة التقريرية وشرط إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حجة أنه لا بد أن يكون قد علم بذلك وإذلك أورد المصنف الرواية الثانية فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهن عنه فلم ينهن عنه أوردها المصنف لبيان أن هذا الفعل وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغه وعلم به ولم ينه عنه فكان من السنة التقريرية وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجاه واللفظ لمسلم نعم هذا الحديث ذكر المصنف هو حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد ذكر المصنف أنه قد أخرجاه يعني البخاري ومسلم وهذا فيه نظر فالصحيح أن الذي أخرج هذا الحديث إنما هو مسلم وحده ولم يروه البخاري وقد ذكر العلامة بن رجب رحمه الله تعالى أن البخاري لم يرتضي هذا الحديث لعلة فيه لأن هذا الحديث جاء من طريق مسكين بن بكير عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه به أي بهذا الحديث ومسكين بن بكير مضعف روايته عن شعبة ولذلك لم يرضى الإمام أحمد وقد ضعف الإمام أحمد وغيره روايته عن شعبة ومسكين إضافة لضعفه عن شعبة وضعف متكلم فيه مطلقاً وإذلك لم يروا البخاري هذا الحديث مطلقاً لا بهذا الإسناد ولا بهذا اللفظ وإنما رواه بن طريق آخر من طريق قتادة بن دعامة السدوس عن أنس وليس من طريق مسكين عن شعبة عن هشام عن أنس بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء من غير لفظة بغسل واحد من غير لفظة بغسل واحد وبناء على ذلك فإن كلمة يطوف تحتمي الاحتمالين الاحتمال الأول وقد ذكر هذا الاحتمال الإسماعيلي في صحيحه وعندما نقول إسماعيلي في صحيحه أي في مستخرجه على الصحيح فقد ذكر الإسماعيلي احتمال أن معنى قول أنس وعائشة في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه أي يمر على دورهن من باب تجديد العهد لا من باب الوطن فيكون الدور على النساء فقط دوراناً من غير وطن وقد ضعف هذا الاحتمال الذي أورده الإسماعيلي جمع من أهل العلم ومنهم إبن رجب وأساساً البخاري حينما أورد حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بيّن أن ذلك المراد به الجماع فقد بوّب عليه بباب فقال باب الجنب يخرج ويمشي في السوق فدل على أنه وإن ضعف هذه الزيادة إلا أن معناها متفق عليها في الجملة وهو أنه كان يطوف عليهن بوطء واحد هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الأولى معنا فيه أن فقهاءنا قد نصوا على أن هذا الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يجمع بين وطء نسائه بغسل واحد فلا يلزمه أن يغتسل بعد كل وطء وإنما يجوز الجمع بجماعين أو أكثر بغسل واحد وهذا الذي نص عليه الفقه المسألة الثانية وهل يجوز له أن يترك ما بينها يعني بين الجماع الأول والجماع الثاني ما بينها من الوضوء أم لا ظاهر هذا الحديث أنه لم يكن يتوضى وإنما كان يغتسل ويدور وإذلك فإن المذهب أن من أراد معاودة الجماع ثم فإنه يستحب له أن يتوضى فإن ترك الوضوء فهو مكروه في حقه مكروه في حقه فإن قلت ماذا تفعل بهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل مكروها أجاب عن ذلك القاضي علاء الدين مرداوي في التحبير في شرح التحرير ومثله ونقل عنه ابن النجار في شرح الكوكب أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لأحد سببين إما لأجل التعليم وهذا منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها مرة أو مرتين ليس على سبيل الديمومة لأجل التعليم أو فعلها لأجل الحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لأجل الحاجة وقد ذكر ابن رجب أن الحاجة متوفرة هنا فإن هناك مشقة في فعل ذلك في تكرار الاغتسال أكثر من مرة المسألة الثانية معنا في هذا الباب أننا قلنا قبل قليل أنه يجوز الجمع بين النساء بغسل واحد لكن من كان له أكثر من زوجه فوطئ غير زوجته التي لها قسم في تلك الليلة نقول يلزم من لها القسم أن يعيد قسمها كذا نصف قهاء يعني لو أن رجلا له زوجتان فلما جاء لليلة زوجته الثانية وطئ فيها الزوجة الأولى نقول هذه الليلة لا تحسب يجب إعادة القسم لأن عماد القسم المبيت ويجب العدل فيه أو التخصيص فيه لكل امرأة بخصوصها نص على ذلك فقهاء المسألة الأخيرة وبها نختم الحديث في هذا الباب بمشيئة الله عز وجل أن هذا الحديث استدل به العلامة الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى وهو إمام ولا شك من أئمة المسلمين حتى قال العز بن عبد السلام ما طابت نفسي للفتوى حتى اقتنيت كتاب هذا الرجل يعني به المغرب استدل العلامة أبو محمد بن قدامة بهذا الحديث في كتابه الكافي وهو كتابه أيضا نفيس من أنفس الكتب على أن هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا كانت له أكثر من زوجه فإن الأولى له أن يطوف على النساء في بيوتهن وأن لا يجعل له بيتا أو غرفة يأتين إليه فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساءه يذهب إليهن في بيوتهن ولم يجعل له بيتا أو مقرا يأتين إليه قال فإن هذا أكمل في رفعة حقهن واحتشامهن وحفظ سرهن وغير ذلك وهو أطب النساء وهذا هو الأولى وهو الأتم من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا هذا الحديث أنه كان يطوف عن نساءه بغسل واحد جاء أن سببه قبل إحرامه صلى الله عليه وسلم حينما أحرم كما جاء في حيث عائشة في الصحيح أن فعل النساء وسلم لذلك إنما كان كذلك آخر مسألة في الباب ما استدل به البخاري فيه دليل على أن الجنوب جزله أن يخرج من بيته وينتقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طاف في الأسواق والطرقات وهو جنوب صلوات الله وسلامه عليه نكون بذلك أن نهينا هذا الباب بحمد الله عز وجل في الدرس القادم من مشيئة الله جل وعلا نبدأ بباب الصداق وسيكون الدرس القادم الأسبوع ليس القادم وإنما الذي بعده لأني في الأسبوع القادم سأكون خارج الرياض في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم سمي شيخي كم بقي على الإقامة باقي سمي سمي ترى ما من يبوحي يا شيخ من جهتين نعم ذكرت ذكرتهما معا الأول يعني ذكروا كلام العرب كلام العرب لا نعلم هو صحيح أم لا يقولون إن الرجل إذا وطئ زوجه المرضع ربما اختلط الماءه فأدى إلى نزول الدم دم الحيض ودم الحيض يعني قد يؤثر هذا من جهة وربما اختلط بدمها فأثر في اللبن الذي ترضعه لوليدها تعرف أنت الغذى يؤثر في اللبن العلم عند الله عز وجل لا أدري كذا يذكرون ونأذكر ما نقلوه في الكتب من كلام العرب سمجي هل مقصود بها؟ مخرج إيه؟ مخرج الأذى مخرج العذرة المخرج السيء هذا من أقبح الأفعال يا شيخ انتكاس في الفطرة العرب قديما لم تكن تعرف هذا الفعل العرب يعني يقولون ذكر بعض الناس أن العرب لم تكن تعرف هذا الفعل بدليل أن ليس له اسم وذلك يسمى اتيان المرأة باللوطية الصغرى وما عرف ذلك إلا بعد التنزيل وهو فعل قوم لوط طبعا ناقشوا ذلك بعض المؤرخين كصلاح المنجد وغيره فيرى أن بنانا على بعض الوقائع ولكن مشهور أن العرب لا يعرفونه لأن هذا فيه انتكاس الفطر وهذا من باب الشذود لذلك سمى شذوذا جنسياً ولو اتيان النساء في الدبر ما يجوز محرم عدى كثير من من كتب في كبائل الذنوب أن هذا الفعل من كبائل الذنوب سواء كانت مرأة زوجاً أو ليست بزوجه هو من كبائل الذنوب وقلت لك أن الذي عليه العمل في المحاكم عندها الرواية الثانية أن من أتى مرأة أجنبية غير زوجه فإنه يقتل مطلقاً ليس كالزاني أخطر من الزاني أخطر من الزنة لواط الأجنبية لواط والزوجة يعزر تعزيراً بليغاً ويفرق بين الزوجين إذا كانت مطاولة في شيء وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر